أكر اجتماع عقد بمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في العاصمة المواقعة عدن على أهمية توفير الإمكانية المالية والفنية اللازمة للإسهام بتدليل أي معوقات تواجه عملية طباعة الكتاب المدرسي وشدد الاجتماع الذي ضم الأمين العام المساعد لأمانة العامة لرئاسة المزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري ووكيل قطاع المنهج بوزارة التربية والتعليم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي دكتور عبدالغني الشوذبي ورئيس دائرة التنمية البشرية بمجلس الوزراء محمد جازع على عدم طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة حسب قانون قرار إنشاء المؤسسة كما أكد الاجتماع على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل الإسهام في حج الدعم الدولي ومساعدة في طباعة الكتاب المدرسي وذلك للحفاظ على المؤسسة وتطويرها وأكد الشاعري على أهمية معالجة أي صعوبات تواجه مطابع الكتاب وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل طباعة الكتاب وتوفيره للطلاب